توقع مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا أن يضرب الإعصار الاستوائي داميان المنطقة الشمالية من غرب البلاد عصر اليوم في صورة عاصفة من الفئة الرابعة وسجل بمعه رياحا مدمرة للغاية وزوا باعتصر سرعتها إلى 230 كيلو مترا في الساعة فضلا عن أمطار غزيرة للغاية ويصنف الإعصار حاليا كعاصفة من الفئة الثالثة لدى اقترابه من الساحل وقد تسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة وحذر مكتب الطقس السكان في العديد من المدن الساحلية ودعاهم إلى الاستعداد لمواجهة رياح خطيرة فضلا عن الفيضانات وشرقا وتحديدا في ولايتين نيو ساوث ويلز وكوينزلاند أصدر مكتب الطقس تحذيرا من طقس قاس على حد قوله من الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة والمد المرتفع بشكل غير معتاد فضلا عن الفيضانات محتملة